دشنا وزير البترول والثروة المعدنية طارق المنلى المرحلة الأولى من مشروع غرفة التحكم المتابعة الآلية لمنظومة تكرير وتصنيع البترول بمصاف التكرير بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول وذلك في إطار التوسع في مشروعات التحول الرقمي أكد المنلى على أهمية مشروعات التطوير والرقمنة في تطقيق البيانات لسرعة اتخاذ القرار في التوقيت المناسب خاصة في مجال التكرير الذي يعد الركيزة الأساسية في استدامة تأمين احتياجات السوق المحلي والقطاعات الاقتصادية من المنتجات البترولية ووجه المنلى بالإصراع في تنفيذ كافة مراحل المشروع والمراجعة الدورية لكل مرحلة فضلا عن الاستعانة بالكوادر الشابة كما تابع المنلى سير العمل في غرفة رصد حركة نقل وتداول المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع وأماكن الاستهلاك من خلال تطبيق التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمية موسيقى 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 موسيقى